لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريكك بدل عند التنازل والاستعدادات على قدم وساق لتوفير كافة السبل والراحة للرغمين في أداء فريضة الحج والعمرة لموسم 2024 وتتنافس حملات الحج في تقديم أفضل الخدمات من مشايخ الدين والمرشدين وسبل التنقل والراحة من أفضل حملات الحج بشهادة الجميع حملة الغربين للحج والعمرة المعتمدة رسميا من وزارة الأوقاف واللي فعلا في كل موسم حج اتفاجئ حجاج بيت الله الحرام بالكثير من الخدمات الليلة بيكونون ضيوفنا المستشار العام لحملة الغربين للحج والعمرة ورئيس اللجنة الثقافية الدكتور محمد هنشام طاهري مشرد حملة الغربين والدكتور عبدالله العازمي وصاحب حملة الغربين للحج والعمرة الدكتور وليد الغربين العازمي اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدة والنعمة لك والملك لا شريك لك عسى الله يبلغنا ويبلغكم إن شاء الله حج بيت الرحمن ويتمم على حجاجنا اللي سجلوا الآن فيها حملات وأيام إن شاء الله قادمة ويستعدون للذهاب إلى مناسك الحج وبيت الله الحرام لأداء شعائر الحج هناك الرحب فيكم اليوم معانا حملة الغربين اليوم من الحملات الأمانة اللي تميزت كثير ولها سمعتها واسمها عادة حملات الكويت متميزة لكن هناك بعض الحملات تتميز بشكل أكثر لدقة تفاصيلها والاهتمام فيها الرحب بدكتور وليد الغربين العازمي صاحب حملة الغربين الحج والعمرة مسي عليك بالخير دكتور وليد الله بالنور يا دكتور بيضى وجهك ما قصرت على الاستضافة ونشكرك ونشكر القناة كلها ويضى الله وجهك أبرك الساعات وجهك يا بيضى إن شاء الله الدكتور عبدالله شبيب العازمي مرشد حملة الغربين الحج والعمرة مسي عليك بالخير يا دكتور عبدالله ويا مرحبا ويا حياك الله معنا الله يحييك وسلمك تشرفت صراحة بهذا اللقاء الله يزيجل يبارك فيه طول عمري أيضا الدكتور محمد هجام طاهري مستشار العام لحملة الغربين الحج والعمرة مسي عليك يا دكتور محمد يا حياكم الله الله يحييكم ويحيي المشاهدين جميعا تطول عمك تبارك الرحمن يعني اليوم أنا بين ثلاثة هم أساس حملة الغربين للحج والعمرة وبنتكلم عن أمور كثيرة تهم الحجات حتى يمكن تهم اللي إن شاء الله يفكر بالأعوام القادمة أن يروح الحج دائما الناس تبي تبصر وتبي تعرف بعض التفاصيل اللي قد تكون خافية اليوم ذو بغير نتكلم عن حملة الغربين ما شاء الله بديته حملة وحدة والآن توسعته ووصلته إلى يمكن كم حاج تقريبا في هذا العام والله فضل الله عز وجل أول شيء فضل الله عز وجل بدأنا بحملة والسنة الثانية تبقى صرنا حملته تبارك وصارت ثلاث حملات وهذه صراحة من فضل الله عز وجل أول شيء أشكر الله عز وجل على أن قام اختارنا في خدمة ضيوف الرحمن وهذه نعمة نسأل الله عز وجل أن نديمها علينا في كل الأعوام وليتقبل منا ومن حجاجنا الحج المبرور حملة الغربين صراحة تميز في خدماتها وصراحة هي يعني وليدة في عمرها يعني هذه السنة الثالثة وفضل الله عز وجل يعني أول سنة بدأت مثل ما ذكرت حملة واحدة ثم حملتين وصارت ثلاث وكانت جائزة عشرين اثنين وعشرين طبعا كانت الجائزة هي الدرجة بلاتينية فضل الله عز وجل حصلنا عليها بس بارك الرحمن دكتور وليد يعني بثلاث سنوات وتصل إلى هذا المستوى يعني معنات أنه فيه هناك جهد فيه هناك إدارة ذكية من حضرتكم اللي وصلته بثلاث سنوات إذا بغي نتكلم ترى في حملات على عشرين سنة ويمكن ما في التقدم اللي قاعد نشوفه مثل ما شفناه في حملتكم والله صراحة يعني هذا توفيق الله عز وجل نحمد الله عز وجل حلنا نجتهد ونقدم وعلى ما قال الحاج عينه ميزانة هو اللي يشوفه بنفسه الحين صارت الدعاية هي الزبون نفسه لما يجد الراحة وهذه هي غايتنا أن يهمنا راحة الحاج ويوصل هذا إلى أصحابه وهلو إن شاء الله يعني صراحة نعجب في تسجيلنا الحج للمعام الماضي والعام هذا يمكن حاج واحد جايبنا فوق خمسة واربعين ما شاء الله وحاج الثاني جايب فوق عشرين هذه لازم الحاجة تطلع لبنا شاعد هذه ما يحتاج هو بنفسه مسويدة عائل نفسه صحيح جزاها الله خير جزاها الله يعني حتى مثل المميزات اللي نقوم فيها بقدر المستطاع نحاول لإننا نوصلها في أسهل الطرق للحاج صحيح وهذه يعني مثل ما ذكرت بخصوص التطور هذا دائما الواحد يعني اللي يحرص على حجاجه ويحرص على سمعته وتهمه سمعته وتهمه الأمانة صحيح وتهمه الشرف الذي يقوم فيه هذا وهذا ركم من أركان الإسلام صحيح لا بد جنوب أن يسعى ويحقق الهدف الدرجات العليا على أن يريح الحاج وتقان العمل أكيد له يمكن إيجابيات كثيرة دكتور عبدالله اليوم أنت المرشد الديني للحملة وكل الحملات تحتاج فعلا هذا الشخص اللي يرشد كل الحجاج لأن نحن عارفين أكثر الحجاج إذا مو كلهم أول مرة يروح الحج سبحان الله الحاج حتى لو سامع حتى لو مثقف نفسه لكن في بعض المشاعر اللي موجودة هناك يحتاج إلى توجيه أكثر ليطمئن قلبه كلمنا اليوم عن هذه الوظيفة أو هذه اليوم سنقول الجانب الإرشادي الديني من حضرتكم طبعا بالنسبة للإرشاد في الحملة يكون من وزارة الأوقاف يعني وزارة الأوقاف تقابل مرشدين وتصنفهم عندهم صير عندهم مرشدين وتلزم الحملة بمرشد إما أن يختار من المصنفين عندهم أو يلزمونه هذا أمر إجباري هذا إجباري حتى تكون الحملة على وفق الكتاب والسنة وحتى أن الإنسان يحتاج إلى مساء الفقهية يحتاج إلى فتاوة فلازم أنت يا صاحب الحملة يكون معك مرشد والمرشد هذا مصنف عندنا في وزارة الأوقاف أكاديمي صاحب شهادات شرعية فيه اشتراطات معينة في مقابلة في مقابلة حتى يعني يصنف ويقبل كمرشد ديني إذا كان أهل لهذا الأمر خلاص يصنف ثم بعد ذلك يفرض على أو يفرض نعم على بعض الحملات إما يختار صاحب الحملة أو تفرضه طبعا الأكثر الحملات هذه بجتهاد يعني وزارة الأوقاف حرصا منها على أن يؤدي الحاج حجته على وفق حجة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذن صاحب الحملة يرشح دائما أحد المرشدين حتى لو ما كان عنده هذا الاعتماد يذهب إلى الأوقاف ويأخذ منهم هذا الاعتماد كأنه خنقول رخصة أو شهادة من وزارة الأوقاف إذا أراد صاحب الحملة مرشد معين يكلم فيه الوزارة ويصبح هناك مقابلة وإذا كان أهل يأخذ بإذن الله جميل الله يعينكم الحجاج أسئلتهم كثيرا لا لا متعودين فوق عشرين حج ما شاء الله الحمد لله عندنا خلق والأسئلة دائما دائما مكررة يعني أقول لك 95% تكرر الأسئلة وعارفين فضل الله صحيح دكتور محمد اليوم أيضا ثقافة الحج يجب أن يكون هناك شخص يعطي هذه الثقافة هذه الإرشادات العامة للحجاج عملية تنظيم الحجاج بعض الأمور التي قد تخفى على الحجاج اليوم دورك يمكن كبير في هذا الموضوع كلمنا عن دورك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإرشاد الثقافي في الحج من حيث العموم بالنسبة للحملات الكويتية من حيث العموم وحملة الغربين من حيث الخصوص إرشاد سهل ويسير لسببين اثنين الأول أن الكادر المختار من قبل المرشدين الدينين معنا متخصصين وعندهم خبرة ومجال كبير والله الحمد والمنى الثاني أن صاحب الحملة وجميع الإداريين معنا هم يد واحدة ويركزون على أمرين راحة الحجاج والراحة الروحية الموافقة للشريعة الإسلامية ومما يسهل علينا الثقافة وإرشاد الثقافة في الحج هو توعية الحجاج الكويتيين حقيقة التوعية الموجودة عند حجاجنا الكويتيين الذين يروحون من الكويت توعية عالية بحكم دراستهم بحكم ثقافتهم صحيح بحكم يمكن بعضهم راح للعمر أكثر وإن كان اللي يحجون أول مرة هم الأكثر لكن عندهم ثقافة صحيح بناء على هذا فالدور التوعوي أو الدور الثقافي الإرشادي والتوجيه الديني في الحج والله الحمد يسر وميسر ونقوم بمحاور عدة عبر وسائل التواصل كذلك نقوم عن طريق الوجود المرشدين 24 ساعة نرتب لهم اللقاءات مع الحجاج التواجد الهاتف الدائم عن طريق الوسائل من يوم يتم التسجيل يبدأ عندهم توزيع أرقام المرشدين الدينيين أي شخص عنده من الآن لو عنده أسئلة ممكن يسأل المرشدين الهواتف موزع عليهم صحيح إذا وصل هناك فيه هاتف دائم ثابت ممكن يسأل كذلك في كل باص إن كان عدد المرشدين أقل لكن في كل باص نحاول أن المرشد الديني يختار ناس يثق فيهم يكون في الباص لا سمح الله أن هذا الباص تأخر هم بحاجة إلى من يعلمه صار أخطأ الطريق بحاجة إلى من يعلمه كذلك الإرشاد الديني موجود مع الحجاج من المطار من المطار استقبالا بل ومن المطار حتى يركبون معهم في الطيارة هذا ترى يريح الحاج جدا لذلك أنت تجد الحجاج عندنا أول ما ينزلون يشوفون المرشد معهم مرتاحين طبعا ولما يركب الباص ويلقى معهم مرشد يرتاح أكثر صحيح لما يوصل للحملة ويجد أن مكان لرشاد الديني مكان واسع ورحب والصلاة معهم والذهاب معهم وهذا موجود معهم في عرفات، في ميناء، في المشعر الحرام، في الذهاب، في الإياب، ولذلك والله الحمد، الإرشاد الثقافي في حملات الحج الكويتية أحد أسباب تميز حملات الحج الكويتية سبحان الله لأن الحاج مهما كانت يمكن دكتور محمد ثقافته ترى يحتاج من هو صاحب خبرة يكون معاه يتطمن أكثر يدري أنه شغلة عدل خاصة في مناسك الحج تكون بعض الأمور حساسة تحتاج إلى توعية دائمة ولهذا يقولون الذي لا حاج حتى لو كان عنده علم في الحج سيخطئ ولذلك هم لما يعرفون أن المرشد الديني دكتور عبدالله الشبيب أمار السنوار والمرشد الديني فلان معهم أن عندهم خبرة يرتاحون أكثر صحي دكتور عبدالله تقول عشرين سنة تقريب دكتور وليد اليوم الحملة عمرها ثلاث سنوات لكن استقطبت أشخاص ذو خبرة اليوم في حملتك وهذا أتوقع من سبب النجاح أن اليوم مثل دكتور عبدالله يكون موجود معك دكتور محمد يكون معك هذي أصحاب خبرة ما هم متأسسين من سنتين أو ثلاثة هذا ساعد كثير نعم يعني من أسباب التوفيق الله عز وجل أن أخترت أصحابي وربعي الخاصين يعني تقريبا أقل واحد فيهم خبرة عشرين سنة ما شاء الله وعلى رأسهم أنا يعني كنت يعني سابقا يعني كان يعني نطلع مع الحملات وننحج وكذا فضل الله عز وجل لما خذنا خذنا تجربة مع الحملات فبعدها فضل الله عز وجل وفقنا الله عز وجل واخترنا الحملة الغربين وجهزنا هذا الإصطاف الذي نسأل الله عز وجل يبارك فيه فالله يبارك لكم إن شاء الله أبي أبدي معاك دكتور من أول ما يركب الطيارة الحج أنا سمعت أن الطيارة كلها حملتكم والله سبحان الله يعني حمد الغربين يعني في عمرها القصير صحيح فضل الله عز وجل وبركاته المبدأ فضل الله عز وجل الحاج ما يركب الطيارة إلا يكون قبلها لقاء تنويري وإن شاء الله في تاريخ خمسة وعشرين يوم السبت لقاء تنويري للحملة ونستضيفه ونستضيف كل الرب فلازم يكون لقاء تنويري توعية نعطيه خطة الحج وكأنك تراها تمام يعني من المطار إلى المطار خطوة بخطوة خطوة بخطوة فلذلك والشباب ما يقصرون فضل الله عز وجل في كل يعني توجه إلى نسك أو توجه إلى مكان معهم مرشدين دينيين ومعهم إداريين ذو خبرة فيبلغون الحاج ويخبرون الحاج على شنو على شو يصير قدامه وعندنا دائم نحن يعني عندنا ناص يعني من الشباب تخصصهم يشوفون لنا الطرق السالكة تخصصهم يشوفون لنا الأماكن تخصصهم يهيئون لنا الأماكن قبل يجي الحاج فيشوف كل شي شنو جاهز قدامه وهذه فضلا يعني أول شي يعني يركب بالطيارة قبل الطيارة ذكرنا لقاته نيتام ثم نستلم منهم الشنط قبل لا يرحون الطيارة نوصلها وين نوصلها الفندق فييجي نعطيه كرت فيه باصة وفيه شنطة وفيه غرفة وفيه بطاقة تعريف للحاج كاملة كل التعليمات اللي يحتاجح فمجرد هو يركب يعني معاه يعني بدل المرشد مرشدين بدل المرشدين ثلاثة بدل يعني اليداري نحط عشرة هذا كل حرص على شنو حرص على خدمة الحاج والطيارة تبارك الرحمن لأن عددكم كبير فعندكم طيارة كاملة كل حجاج وبعد الطيارة نتميز وحجاجنا صراحة نشكرهم في كل سنة وخاصة حجاجها الكويت يعني نشكرهم في تعاونهم سبحان الله يعني حتى تتروح هناك هو بنفسه ودشنه يخدم الحملة ويخدم الحاج لأن صراحة يعني خدمة الحجاج يعني هذا فضل وشرف عظيم منها لما أنزل الله عز وجل آية بيين لهم فضل الموحد على فضل الكافر لما ذكر الله عز وجل قال أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر فالله عز وجل بيين لهم أن الموحد أهم من خدمة الحجاج أن الكفار قريش كان يعظمون الحج ويرون أفضل شيء فبين لهم الله عز وجل أن التوحيد أهم من خدمة الحج فكيف إذا اجتمعت مسلم وخدمة حجاج صحة صلى الله يوليكم صحة والعافية قلون حتى الموكروفون يتكلم فيه كابتن طيارة ما فيه ارتفاع ما ارتفاع يمسكها دكتور وليد على طول صاحبهم من أول ما يطلعهم من الكويت أنا معهم المال حجاج أنا وياي المرشد عبد العزي النومس نطلع معهم من الكويت بالطيارة نعلمهم مناسك ونعلمهم خطوة بخطوة يعني شيء يتسوي هنا نحن نطب في مطار جدة راح يستقبلوننا نعلم خطوة بخطوة الآن نتوجه للفندق بعدها نتوجه للعمرة كيف تأدي العمرة بعد العمرة الموعد عند المكان الفلاني فعلى طريقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الحاج الصعب عندنا يضيل إلا إذا هو يضيع نفسه مع هذا دكتور عبد الله أيضا تشوف أثناء المناسك أيضا يسألونك ويستفسرون ويتأكدون نعم طبعا قلت لك الأسئلة تكرار يعني يسألني هذا يسألني نفس السؤال طبعا الحمد لله صدورنا واسع لهم ومتعودين عليهم وداما أقول لهم أقول ما داما أنت عندي إن شاء الله ولا خطأ راح تقع فيه فهو يحاتي أبي ما أبي يصير على دين ما أبي اشي نسوي هذا صح ولا هذا غير نقول لهم حنا في حملة الغربين ومن زمان حتى قبل حملة الغربين ما راح تسوي إلا العمرة والحج الذي كان عليه هد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخشى أنك تقع في خطأ إلا إذا أنت عمت بالنسبة للحاج لا يحاتي من الكويت إلى الكويت دكتور عبدالله دوركم من قبل السفرة وأثناء السفرة إلا يمكن آخر يوم في الحج إلى المطار مرة ثانية إلى المطار حتى في الطيارة نحن راجعين نوجههم ونعلمهم ونقولوا خلاص آخر شي يسلمون وكل واحد يخير عادي يستغلون وجودك حتى إلى خارج الحج يسعلون لا والله يصلي كثير منهم صارت لي علاقات بينهم بعد الله صحيح يعني سيئة في رقمي وصارت بيني وبينهم علاقات وأنا صراحة تشرفت فيها يعني ناس كونت علاقات كبيرة وبالعكس هذا مثل ما يقولون تكليف أي والله تكليف وشيء صراحة تؤجر عليه أكيد تلقى بدوانية يسولفون عن موضوع الأمانة ويصير فيه اختلاف ترى حلو لم يصير عندي اتصال مع شخص فاهم وعارف شغله ويعطيني الفتوى في هذا الموضوع عندنا فاصل بنطلع هذا الفاصل وبنرجع نتكلم عن حملة الغربين ونتكلم حتى عن الاسم أبي عرف الاسم ليش حملة الغربين خلنشوف الفاصل نرجع لكم تالي إذن مستمرين معاكم وضيوفنا من حملة الغربين الحجوة العمرة دكتور وليد سألتك قبل الفاصل على موضوع الاسم اسم الحملة عادة العوائل الكويتية سمون الحملة باسم العائلة اليوم ليش ما سميتها حملة الحازمي ليش قلت الغربين صراحة هو اسم الغربين اسم عائلة وهذا اسم من أجدادي وعرفنا من بين العوازم أن فلان عيال بين الغربين فحتى مكتوب الجنسية بين الغربين فسميناها الغربين لذكر مواقفه وذكر يعني صيته كان بين الناس وعسى الله يرحمه والغربين يعني اسم ما هو يعني مثل مرة يعني من المواقفة المضحكة أنه ضاعت لنا شنطة عند وين عند إحدى الحملات حتى تكلمنا الرصة كلنا عندكم شنطة مكتوب على الغربين قال والله يا عم لا غربين ولا شرقين فالغربين اسم اسم لجد من أجدادي وكان ذكره طيب عسى الله يغفر له يرحمه عسى الله يرحمه يعني السبب أن لو يكتب حملة العازمي في أكثر من حملة بهذا الاسم قديما لكن الغربين فيه امتياز اسم مميز فكان هذا أحد الاسباب أني لما أشرت عليه فأختار هذا الاسم صحيح اليوم إذا بغلنا نتكلم مع الدكتور محمد أيضا لكم دور في موضوع الثقافة ثقافة الحج وهذا أمر مهم ويمكن بعض الحملات يتميز في هذا الجانب عن حملات ثانية خذ تكلم عن موضوع الثقافة قبل الحج أكيد راح تصير فيه هذه الجلسات أو الندوات أو حتى الاجتماعات لكن أثناء الحج شنو دوركم نعم دكتور نحن بالنسبة للحملة الغربين والله الحمد والمنة دورنا كبير جدا أولا مثل ما قال الدكتور عبدالله أن المرشد دائم يكون معهم موجودين ثانيا وهذا شيء مهم أن نحن نوزع الموات نوزع الموضوعات من أول يوم ينزل فيه الحاج هو يعرف أنه لما أنا أنزل وأركب الباص وأنا رايح الحرم شو الموضوع اللي راح يتكلم فيه اللي معي يعرف أني أنا لما أتحرك في من الحملة إلى الحرم شو راح يتكلم فيه فعناوين موجودة موضوعة من وإلى طبعا نركز على الأس والأساس على صحة الحج وعلى قضية الحج ومن باب الفائدة وهي نكتة لكنها حقيقية أن بعض الناس يقول والله أنا استفدت من هذا الحج كأني في معهد ودورة علمية أقول له نعم أنت الصبح تلقى درس صحيح والضحى المشايخ موجودين الظهر تسمع كلمة العصر تسمع كلمة المغرب تسمع كلمة العشاء تسمع كلمة فالروحة تسمع كلمة فالردة تسمع كلمة فهي الدورة مثقفة وهذا داخل في عموم قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم فمن أعظم المنافع منافع العلمية والروحانية أيضا مطلوبة في الحج طبعا هذا شيء أكيد يوم لما تقرب هذا الحاج بهذا الشكل يحس بالروحانية أكثر يعني ما هي مناسك وواجب عملها وفقط لا غير وأرجع الكويت لازم يعيشها يعني ولذلك حنا دائما في الثقافة أيضا في الإرشاد الدين نركز على قضية الأخلاقيات إذا كان هناك الخلق مع الله والتوحيد هناك خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم والتباع هناك خلق مع الناس وهو الصبر والتعاون والإيثار هذه الأشياء هو يتربى عليها تلقائيا ولله الحمد نجد أن هذه الأمور مثل ما قال الدكتور وليد أن نجد أن الحجاج يبادرون يبونهم يكونون يعني يقومون بخدمة الحجاج في الصبر والإيثار والمثابرة والإحسان إلى الناس صحيح من فترة سمعنا في قطار اللي ينقل إلى مزالفة استخدمتوا هذا القطار في الحملة وبفضل الله عز وجل تنقلاتنا من عرفة إلى مزالفة كلها بالقطار وهذه خدمة يعني صراحة أول شيء أشكر الله عز وجل على أن اختارنا لخدمة إضوف الرحمن وكذلك أشكر البعثة ثم أشكر البعثة الكويت بعثة الحج صراحة ما يعني شيء جهد ما ينسى ولا يعني يجحد وكذلك المملكة العربية السعودية في توفيرها للقطار وفي توفيرها في خدمة ضيوف الرحمن يعني تجد سبحان الله يعني خمسة مليون في هذه المساحة كيف منظمة كيف كذا يجي على يوم عرفة يوم واحد تجد سبحان الله بعدها بيوم تشوفه وكأن فيه عاصفة من كثر يعني الأشغال ويوم واحد من بعد الظهر إلى المغرب فهذه نعمة وجهود جبارة لبعثة الحج الكويتية ونشكرها على جهودها ووزاعة الوقافة والسلامية ونشكر مملكة العربية السعودية على دورها في خدمة ضيوف الرحمن ونسأل الله عز وجل يثبتنا على هذا الدور أليه أن نخدم في ضيوف الرحمن؟ قطر وليد أنت اللي حكت يمكن على الباصات سنوات والقطار فرق وايد يعني بالنظام بالسرعة حتى انسيابية الحركة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينفر من عرفة إلى مزدلفة كان يشير بيده ويقول عليكم السكينة السكينة كان أصعب شيء نوجهها من 20 سنة هي أن نفره من عرفة لمزدلفة فسبحان الله الآن بالقطار ست سبع دقائق يعني هذه أكبر نعمة من نعم التي قدمتها سعودية جزاهم الله خير وملكة ربية السعودية في هذه الخدمة نقلة الحجاج وهذا شيء طيب صراحة وغير الجمارات وغيره يعني الطواف صراحة خدموا الحجاج وخدم بيوت الرحمن والله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب صراحة صلاة تقبل منه ومنهم طبعا تمتاز الحملة تنقلها من عرفة إلى مزدلفة إلى رمي الجمار كلها على القطار يعني في بعض الحملات ما عندهم يوفرون على نفسهم لكن الحملة جزاهم الله خير الدكتور وليد من عرفة إلى مزدلفة إلى كلها على القطار جميل عندنا فيديو نشوفها مع بعض وبنعلق عليه خلنشوف الفيديو هذه يمكن حملة الحج العام أتوقع العام الماضي هني استقبال الحجاج أول ما وصلوا دكتور وليد ألق لنا على الفيديو هذا وين من مكان نعم هذا يعني في استقبال الحجاج في فندق منازل الزائرين ومن الميزات التميز فيها حملة الغربين أنها فندقها كامل خاص في مجموعة الغربين الله وهذه والفندق صراحة الحمد لله يعني خمس نجوم ويقوم على خدمات الحجاج ومثل أنت شايف يعني الاستقبال هذا يعني صراحة ما شاء الله الكوادر كثار يعني ومستقبال الحجاج أنا أتوقع تونواصلين ترى نوفر عندهم كل شيء أنتوا تستقبلون الحاج يمكن من أول ما يوصل المطار يعني من أول ما يختم جوازه فيه فريق استقبال الحجاج معهم من المطار إلى الفندق وفريق الثاني مستقبلهم مجحزين لهم كل شيء المقر فيه ميزة عظيمة وهي الاستقلالية الاستقلالية فيها فوايد صحية كما لا يخفى عليك صحيح وفيها فوايد اجتماعية أن حجاج يختلطون ببعض صحيح وفيها فوايد تنظيمية وفيها فوايد دينية أننا عندنا الحين مصلة خاص صحيح كان العمل في بعض السنوات كنا في بعض الفنادق كان هناك مشترك المصلة ومكان الثقات فتتحرج فما نجد الخصوصي لكن بالعكس احنا أصرينا على الدكتور جزاء الله خير وهو يعني يوافق على هذا أن يكون المقر مستقل تبارك الرحمن الجنات من الكويت تأخذونها وتوصلونها للغرفة يعني يقوم ميت قهوة يصعد غرفتها يشوف أغراضها موجودة أبدا مع بطاقة تعرفية ويعرف دورة وين ويعرف غرفتها وين جميل اليوم في دكتور عبدالله بعض يعني خنقول الاستفسارات تصير من الحجاج أو بعض الحجاج عندهم خنقول أفكار معينة قد لا تكون صحيحة ويبدأ يصر عليها يعني مثلا جبل عرفات يقول أنا لازم أصعد الجبل وهذا فيه خنقول أجر كبير وأنا لازم أتعنى وكذا أتيكم مثل هذه الأسئلة وهذه المواقف نعم خاصة على الجبل جبل عرفة يعني هو يقول لك وين جبل عرفة لازم أروح لازم أصعد وأصعد طبعا هذا مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقف قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف صحيح فأي مكان في عرفة في حدود عرفة طبعا حدود عرفة محددة من قبل لوحات إرشادية تعرف أنك في عرفة وهي محددة من قبل الإسلام أصلا يعني معروفة صحيح له الوقوف صحيحا إلا إذا ذهب إلى الجبل وصعد الجبل وهذا طبعا اعتقاد خاطئ حنا نبين للناس أن هذا غلط أن هذا مو صحيح بعضهم وطبعا أكثرهم أقول لك 99% يقتنعوا يجلس يمكن واحد يركب راسه يروح كيف كيف حنا لا يتعنى لأنه حنا نبين لهم حنا إرشاد ونصح فقط فأدف يروح يتعنى يروح يمكن كيلوين ثلاثة ويرجع ثعبان كيف هذا أعتقدكم يمكن مشكلة تواجهكم في موضوع الحريم الحريم وقت رمي الجمرات يبدون يقولون مثلا نبي واحد أن الوكلة هو اللي يرمي مكاننا إحنا ما نقدر إحنا كذا شونا نتعاملهم مع هذه الأمور أنا أقول لهم دائما نفتينهم أقول لهم المرأة اللي ما تستطيع تروح السوق هذه معذورة السوق السوق اللي ما تروح للسوق وفعلا ما تمشي في السوق صحيح يرمي عنها يعني محرومة وكل واحد ونيتة أي لكن تروحين السوق وتفترين وتقيدت ساعة أو ساعتين ولما يروح رمي الجمار عبي يوكل واحد تقول أنا تعبانة وأنا ضعيفة وأنا مسكينة يقول لا هذا ليس بعذور بل إن فعلت قد يلزمها دم ويكون حجها ناقص لكن صحيح صحيح حنا نبين ونوضح للناس وكيف شنو المواقف دكتور عبدالله داما تواجهكم مثل هذه المواقف يعني مرة من المرات صار لي موقف هذه حالة استثنائية وأفتيت فيها صراحة جاني واحد محرم زوجته زوجته طبعا هو في حالة نفسية ومسكين مريض وأنا ما كنت أدري عنه أصلا وزوجته حريصة الحج دافع فلوس الحج ودافع فلوس حج وما يدفع شيء وجاني على السيارة التحق المهم قفل قال أنا برجع الكويت ما يبي يكمل اليوم لازم ما بيت في في عرف في عفوا في ميناء يعني بكرة النفرة قال ما أنا مراحة وإذا ما تروحين شغل السيارة بيمشي قالت لأنا وهت مسكينة يعني كانت نوعا ما مقطوعا من شجرة متكلفة وناوية قالت أنا الآن إذا راح أنا ما أقدر ويقول إذا ما رحتي طلعا جيت حالته إذا ما رحتي أبطلقتش تقول لأنا إذا ما تطلقني ممكن ما أتخل الكويت سبحانه فمثل هذه أصعب حالة مرحة علي سويتوا إياها أنا افتيت لها بين تدفع دم عن المبيت وعن قالت أدفع وعن الرمي ما البكرة ومشت وراحت لكن حالة خاصة صحيح هذا قفل ويهاو وإذا ما بعد إذا رحت لأشفته تقول والله ياكل الحبوب هذا ما حالة الحبوب ما أثرت معه ما أده ما طريقته فهو شغل السيارة وقصيتها أخدت قلت لأعطي رقمتش الإدارة لا سمح الله يصير فيه شيء ولا شيء يكون بين الإدارة تواصل بس الحمد لله إن وصلت الكويت ومرهضة فهذه الحالة اللي ما أنساها صراحة هذا ممكن دور المرشد اليوم في بعض الفتاوى يحتاج إيه أن يبت فيها يعني خاصة تغيرات يقول للناس ادفع الدم وخلص صحيح لكن مو كل واحد ادفع الدم وامش لا غلط يكون إثم معك الرشاد الديني في الغالب يكون بينهم وبين من ناحية الثقافية دائما اللجنة الثقافية عندنا بينهم وبين البعث الكويتية علاقة وثيقة جدا صحيح وصلة قوية بحيث أن الأمور الأول بأول يصير عندنا علم فمثلا قد يصير عندنا علم أن الذهاب ليلة التاسع من ذي الحجة إلى ميناء مستصعب حينئذ أنهم يفتون بأننا لا نذهب إلى ميناء لأننا مستحب صحيح فلا نرتكب المستحب ثم يفوتنا ركن أو واجب صحيح فهذه العلاقة القوية مع البعث الكويتية اللي هي دائما تنتبه لهذه الأمور ولا تنتبه للأمور العامة فهذه العلاقة القوية تسهل كثير من الأمور سواء في الفتاوى أو في الرشاد الديني جميل يعني مثل بعد الشيء يذكر معدش أنها في سنة 97 احترقت منها صحيح الحريق المعروف وكان في أيام منها يوم التشريق المبيت واجب أفتح الشيخ بن باز رحمه الله أن المبيت ليس بيواجب في هذه السنة تم إلغاء المبيت حلصا على الناس لأن الناس أرواح الناس أرواح الناس وكانت المكان يعني كله دخان وكذلك في سنة نسميها حينها سنة الغرقة نظن كانت 2006 أو 2005 أنا ناسي صارت غرقة في ميناء وفي منزلت سيول سيول صحيح فأفتوا بعض العلماء بعدم وجوب المبيت في ميناء فمثل هذه الأمور إذا كانت المرشد مو على يعني مكانة من العلم والدراسة صحيح والتثقيف يمكن يعني يضيع المعاكم يشد على الناس ويعسر على الناس يقول لكم الله يروح أنا اللي عرفه إنه واجب ما بيت فيه منه واجب لازم تروحون طيب فيه استثناءات من اللي عرفها هذه يعرفها الفقه يعرفها الشر أنا يمكن وصلنا تقريبا للختام فقراتنا اليوم معاكم لكن أبي أخذ منكم نصيحة اليوم دكتور وليد شنو تنصح الحجاج سواء حجاج حملة الغربين أو الحجاج بشكل عام شنو يسوون يتهيئون في موضوع الحج والله صراحة نصيحتي للحجاج أولا يحمد الله عز وجل أن وفقه الله عز وجل لاختيار حج بيت الله الحرام وثانيا يحرص على الحج المبرور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذا صراحة أمر عظيم صحيح فالحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج فأنت يا عبد الله رزقك الله عز وجل في حج بيت الله عز وجل صحيح وتحب أن يكون أجرك مضاعف وتسعى إلى الحج المبرور صحيح لازم أن يحصل فيها شنو بعض التغافل طوف بعض الناس كأنه صراحة شفناها بحملات ثانية بل ما شفناها حمد الله في حملتنا يعني كأنها متحسف على دفعة الفلوس صحيح طراحة ولو تشوف يتدمر على أي شيء يحاول أن يختلق أي مشكلة كأنه يعني ما يدري ولو ولو يحسبها كماديا يطلع الحج ترى صاحب الحملة يعني لا يفكر أنها منبالغة الهائلة صحيح فهو لا بد الله تقطع على أوروبا وغيرها والدنيا هذه بضغط فهذا حج فاغتنمها أي سنة مرة في الأمر صحيح فتحرص أن يكون حجك صحيح صحيح على الكتاب والسنة وتحرص شد الحرص أن يكون مبرورا ولازم تتغافل لو يلتجم بالأخلاق الإسلامية الحميدة بدأنا أنتم كلكم يا أهل الحجاج كلكم في غارب واحد صحيح صحيح كلكم في غارب واحد فيعين بعضكم بعضا وصراحة اللي واجهناه من حجاجنا حمنة الحجاجة صراحة الكويت أخص واللي شفتها في عيني كلهم يتعاونون ويتغافلون وصراحة أن يشوفهم بعضهم حتى من نفسه يعني يخدم الحملة يجيب هدايا من عندها يقدم كذا فمبادرة طيبة نحن عندنا العلاقات الاجتماعية وطيدة ما بين خنقول الشعب الكويتي خاصة في مثل هذه السفرات الحج وغيرها دكتور أنا نصيحتي لأي حاج أن يعلم أن الحج ليس سياحة كما يظن بعض الناس صحيح ومن حكمة الباري جل وعلا أنه جعل الحج في مكان قفر صحراء جبال وهذا فيه مشقة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عايشة يا رسول الله إن الرجال يحجون إن الرجال يقاتلون ويجاهدون أفلا نقاتل النبي عليه الصلاة والسلام قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور فإذن لابد أن نعلم أن الحج مدرسة فيها مشقة صحيح ولذلك قال عليه الصلاة والسلام جزء من الجهاد نعم جزء من الجهاد وهو جهاد في سبيل الله قال النبي عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نفقتك وأجرك على قدر مشقتك إذن الحج لابد الإنسان يوطن نفسه وهذه نصيحة لكل حاج صحيح يوطن نفسه إذا كان الطبيب يقول له خذ معك أدوية أنا أقول خذ معك توطئة النفس صحيح أن الحج جهاد أن الحج مشقة صحيح أن الحج لكن هذا كله ولله الحمد بالنسبة لنا في حملات الكويتية كل الناس بشهادة جميع الحملات حملات الكويتية في في آي بي صحيح الحمد لله تمم عليكم إن شاء الله وتمم علي الحجة صراح أخوي دكتور بس من باب الشي بشي يذكر ذكرت من المواقف اللي حصلت وذكر موقف صراحة جميل وجزاه الله خير الدكتور عبد الله ما قصر حصل في خلال هذه السنين حصلنا موقف حمد الغربين ما حصل في تاريخ الكويت وهذا صراحة شي يعني نشكر فيه شكر خاص البعد الكويتية ونوكاربية السودية في الحج الماضي بفضل الله عز وجل أخواننا مادة 17 طارت عنهم الطيارة لأن السيستم الكويتي السعودي يقفل يعني بعد شنو بعد تاريخ خمسة الحجة خمسة الحجة أي جنسية غير كويتي ما يطير ما يطير وقفل سبحان الله متى فتح بعد مع الترسل ومع تدخل فيها يعني صراحة البعد الكويتية وحنا سعينا فيها أشد السعي وصلت طيارات متخرى وصلت طارى وطلعنا طيارة خاصة طياران الكويتي ما شاء الله الساعة داعش بالليل وصلوا عندنا الساعة أربع الفجر بيوم عرف أربع الفجر وهذه تاريخ لما وصلوا سبحان الله نزل جناتهم تدركت الموضوع سلموا على أهلهم وعلى طول الحج مفرد يعني حج مفردين والحمد لله الدين يسر في حج تمتع وفي حج قيران وفي حج فراد فوجدوا حجوا واستانسوا سبحان الله مكتوبة كمهان الحج بهذا الطريق لما صارت الجائزة على التميز هم من أكثر الناس جزاهم الله خير اللي يعني شكرون ووضعوا الامتياز بديهم سبحان الله هذا اللي نقوله إذا ربك كاتب لك حجة معينة في سنة معينة خلاص أنت تحج تحج يعني لا محالة يعني شنو ودك تختم دكتور عبدالله بنصيحة للحجاج أنا نصيحتي أول شيء للحاج وكذلك الحملات الحرص على الطاقم الثقافي يحرص الحاج مو يسأل عن الحملة رخص الحملة لا يسأل عن الثقافية اللجنة الثقافية اللي موجودة في اللجنة صحيح في الحملة فبعض الحملات اقتصادي لدرجة إنه ما يأخذ إلا مرشد واحد وبس اللي ملزمين فيها للحقاف بس ما عنده ما عنده مشاريع فما رح وفي هذا المرشد لكل الحجاج ما هم ما هم أداءه بالنسبة للنسوك والطريقة صحيحة صحيحة يأدي إن يسكنك ووديك المناسك بالطريقة الصحيحة بالطريقة الخطأ ملاسم يجيب شيخ واحد بس وعرف لي بعض الحملات اقتصادية بحتة صحيح في بعض الحملات ومنها الغربين الله يتزخير يبحث وينتقي انتقاء أصحاب خبرة وكذلك على مؤهلات شرعية فلما الحاج يعرف أن اللجنة الثقافية على مستوى صحيح يرتح من ناحية الأداء الحاج لأن هذه حجة الإسلام لا تبارك الرحمن يعني فهذا الانجاز خلال ثلث سنوات يعني هو يتحدث الأمانة الله يبقى حرصكم وإدارتكم السديدة في موضوع الحجاج ووصولهم هناك وعداء مناسككم هذا يثبت نجاحكم الأمانة وهذا شيء تشكرون عليه أنا سأل الله يكون في لزان عمالكم كلمة بسيطة جدا أحب أن طمن حجاج الغربين على وجه الخصوص أن الدكتور وليد خلال وجودنا معه في السنوات الماضية وللآن وإلى الحمد يفكر بشيء واحد وهو راحت الحجاج لا يفكر في الانفاق وهذا أنا أقوله عن تجربة وعن مشاهدة فيرتاحوا وإن شاء الله يلبون ويشتغلون بالتنبية وبس سأل الله يوليكم الصحة والعافية وترجعون بالسلامة وتفرق منكم إن شاء الله ومن جميع الحجاج يا رب شكرا لك دكتور وليد الغربين العازمي صاحب حملة الغربين الحجو العمري شكرا لك دكتور عبدالله شكرا لك على هذا القناة زاكر الله خير المميز المعروف الله يسلم كبرك الساعة شكرا لك دكتور محمد على وجودك وإن شاء الله نلتقي فيكم إن شاء الله عقب الحج يا رب وعسى الله يتمم عليكم يا رب إن شاء الله حياك الله وإزاك الله إن شاء الله إذا مستمرين معكم نذهب إلى فقرة الأوليين ونرجع لكم تالي شكرا لكم